أهلا بكم السرطان 55E هو عبارة عن كوكب خارج مجموعة الشمسية حيث يدور قريبا جدا من نجمه الذي يعتبر نجما قزما أصغر يقع في كوكبة السرطان كتلة الكوكب تقارب ثمانية ونصف بر كتلة الأرض وقطره حوالي ضعف قطر الأرض بعد عدة دراسات أيقن العلماء أن الكوكب مكون غالبا من الحديد والكربون على شكل غرافيت والماس وبعض السيليكون يعتقد أغلب العلماء أن سطح الكوكب مكون من الألماس والغرافيت وتقول بعض الدراسات أن باطن الكوكب كله مكون من الألماس وتقدر قيمته بحوالي 26.9 نونليون دولار وللتوضيح نونليون يتكون من 30 صفرا ولكن قبل أن تفكروا في حزم حقائبكم للذهاب للكوكب فهذا الكوكب يبعد عنه 40 سنة ضوئية وللعلم فالسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة وتقدر بنحو 9.46 تريليون كيلومتر أي أنها وحدة لقياس المسافة وليست لقياس الزمن كما يعتقد البعض ولأن الكوكب يدور قريبا جدا من نجمه قد تبلغ حرارته ما بين 1648 و2150 درجة مئوية على السطح أي أنك ستتبخر إذا فكرت الذهاب إليه ويدور بسرعة كبيرة تجعل السنة تفيه تنقضي خلال 18 ساعة فقط بحسابات كوكب الأرض وكان العلماء قد دونوا ملاحظاتهم حول تركيبة الكوكب بناء على قياسات كتلته التي سمحت لهم باستنتاج تركيبته الكيميائية وكان اعتقاده في السابق أن ذلك الكوكب ربما يكون به ماء غير أنه مستنتج بعد ذلك أنه لا يحتوي على أي ماء على الإطلاق وقال أحد الباحثين هذا الكوكب الغني بالألماس الذي يفوق حجم الأرض يحتمل أن يكون مثالا واحدا فقط على مجموعات غنية من الاكتشافات تنتظرنا بينما نشرع في استكشاف الكواكب حول النجوم القريبة ويجب أن نقول بأن هذا ليس الكوكب الوحيد الذي اكتشف عليه الألماس فقد توصل العلماء الأمريكيون إلى أن أحجار من الألماس قد تغطل على كوكبي الزحل والمشتري وأوضح العلماء أن بيانات جوية جديدة عن الكوكبين الأملاقين تشير إلى وجود غاز الكاربون بوفرة في شكل كريستالي متلألة وتحول العواصف الرعدية غاز الميثان إلى كاربون الذي يزداد صلابة أثناء هطوله بحيث يصبح في صورة كتلة من الغرافيت ثم الألماس وقد يصل قطر أكبر الماسات إلى نحو سنتيمتر وهي كبيرة على نحو يسمعه بترصيء خاتم بحسب كيفين بينز بجامعة ويسكونسون ماديسون ومختبر الدفع النفاث لوكاة الفضاء ناسا وأضاف بينز يسأل للناس كيف يمكنني التأكد من هذا وذلك نظرا لعدم وجود سبيل للذهاب هناك ورصد الظاهرة الأمر يتمن في كيمياء وأعتقد أننا متأكدون من هذا الأمر الخلاصة هي أن ألف طن من الألماس يتكون فوق كوكب زحل سنويا ولكن لن نستطيع أيضا موصول إليه فقد أشار الباحثون خلال مؤتمرين أنمي إلى أن هذه الأحجار البردية من الألماس تذوب في بحر سائل في مناطق ساخنة في الكوكبين ولفترة طويلة ساد اعتقاد بأن كوكبي أورانوس ونيبتون يحتويان على أحجار كريمة لكن لم يسد مثل هذه الاعتقاد بشأن كوكبي زحل والمشتري وقال بينز لا يدوم الماس على كوكبي زحل والمشتري لكنهما يدومان على كوكبي أورانوس ونيبتون نظرا لكونهما أشهد برودة عند مركزيهما إذن في النهاية يبدو أنه من الجيد أننا لا نستطيع الوصول لأي كوكب يحتوي الألماس بسهولة لأننا لو أحضرنا الماس للأرض وبكميات كبيرة فالألماس لن يكون له قيمة أصلا إن أصبح كثيرا شكرا لمشاهدتكم شكرا لمشاهدتكم شكرا لمشاهدتكم